في خمسة رياضة كده معلش بسرعة لانه في مجموعة اخبار وتطورات رياضية مهمة عايز اطلع حضراتكم عليها اولا كل الدعوات كل الدعوات القلبية ان شاء الله يا رب لبعثتي الاهلي والزمالك اللي سفروا او حيسفروا المجرب النهاردة او بكرة لملاقات الوداد المجربي والرجاء المجربي على التوالي الاهلي هي لعب الوداد يوم السبت اللي جاي والزمالك هي لعب الرجاء المجربي ايضا بطل الدول المجربي يوم الحد اللي جاي في ذهاب نصف نهائي بطولة افريقيا لاندي الابطال طبعا رجم اهلوياتي الشديدة اللي انتو عارفينها ومش بحتاج ان انا اعبر عنها تاني لكن في النهاية انا بتمنى التوفيق للاهلي والزمالك لانه في النهاية انا مش هستفيد حاجة انه الزمالك يخسر في المطش اللي جاي لا الزمالك فريق مصري واحبه انه يوصل للنهائي مع النادي الاهلي ويبقى النهائي مصري علشان نضمن ان البطولة ان شاء الله تبقى مصرية بامتياز مية في المية طبعا لما الاهلي وزمالك بقى يصعدوا هبقى اكيد نفس الاهلي يكسب لكن في النهاية ان شاء الله كل التوفيق ليهم والنهاردة المديرين الفنيين باتشيكو مدير الفني الزمالكاوي ومسيماني المدير الفني الاهلاوي اعلنوا القائمة اللي هتلعب مباراة الذهاب والحمد لله القائمة فيها كل اللاعبين اللي احنا كنا قلقانين من غيابهم يعني الزمالك الحمد لله محمود علاء دخل القائمة وحازم امام كمان دخل القائمة وفرجاني ساسي بعد الاشاعة بتاعت كورونا اللي جات له دي طضح الحمد لله انا ما عندوش فدخل القائمة فالزمالك داخل بأسلحته المباراة والاهلي الحمد لله محمد الشنوي كمان دخل القائمة وكهربا دخل القائمة وبجي دخل القائمة وصالح جمعة كمان مسافر مع الاهلي ان شاء الله بمن حضر فالفرقتين على بركة الله الى المملكة المغربية وان شاء الله الفرقتين يرجعوا بنتائج مطمئنة تساعدنا على تجاوز مبارتين الاياب اللي حيتلعبوا بعديها بأسبوع مباشرة حاجة تانية مهمة جدا 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 وهي تحيي نئة من قلبي لكل اهلينا لكل اهلينا واخواتنا وحبايبنا في محافظة الغربية وتحديدا في المحلة الكبرى الحمد لله النهاردة نادي غزل المحلة النادي العريق والنادي المحترم والنادي الكبير والنادي التاريخي والنادي الجماهيري صعد من جديد وعاد الى الدور الممتاز اللي بيتابع كورة من سنين كتير عارف يعني ايه نادي الغزل المحلة واللي بيتابع كورة من كتير عارف جمال وشعبية وجماهيرية وحلاوة الكورة في نادي غزل المحلة غزل المحلة ده كان زمان كان مرعب الاندية واستاذ غزل المحلة ده كان الاهلي بازده شوفونا اهلاو ازاي كنت بقولكوا مطش الاهلي والمحلة في المحلة ده كان يا ساتر يا رب اي مطش في الدنيا يعدي الا مطش القالي في المحلة ده كنا حط ايدينا على قلبنا احنا عارفين انه التلاتة بنت من هناك دهب دهب مطش صعب جدا 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 ونادي المحلة رأس المحلة بيبقى فريق مرعب وجمهوره بيبقى في وراه وحالة يعني جميلة جدا هتعود الى الدوري وانا بصفة عامة بصفة عامة بحب الغربية وبحب المحلة حب كبير جدا 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 لكن بصفة عامة انا مع فكرة الانداجة مهرية انديت الشركات طبعا استثمار مهم ونجاح مهم وفكرة حلوة بس الكورة طعمها وحلوتها في الانداجة مهرية الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد والمحلة واسوان وطنطة فكل ما الانداجة مهرية تبقى موجودة في الدوري الدوري تزداد حلوته لان معناها ان شعبية الكورة بتزيد واقبال الناس وتشجحها الفرقها بيزيد والسخونة والتوابل والبهارات بتاعت الكورة بتزيد كل التهنئة وكل التحية لنادي غزل المحلة وان شاء الله يعود ويعود مش تبقى يا بخت منزل وخف مشان كده انا بطالب ادارة غزل المحلة بكل الدعم سواء في الجهاز الفني او في اللعيبة اللي تصلح للدوري الممتاز عشان يبقى صعود ملا هبوط ان شاء الله كل التهنئة ومليون مبروك لولدنا في غزل المحلة والكورة بالكورة تذكر النهاردة فيه خبر صدم ملايين المتابعين لكورة القدم في العالم وهي اصابة النجم العالمي كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا النهاردة الاتحاد البرتغالي لكورة القدم اكد خبر اصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا البرتغال كانت بتلعب مطش مبارح وديا وبعد التحاليل اللي بعد المباراة ثبت إصابة كورونا لكريستان رونالدو طبعا مش بحتاجة نكلمكم عن مين هو كريستان رونالدو واحد من أهم 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 وأمهر لعبي كرة القدم في العالم وأيقونة من أيقونات الكرة مش بس في منتخب البرتغال في كل الأندية اللي لعبها سواء منشستر يونيتد في إنجلترا أو ريال مادريد في أسبانيا أو حاليا يوفينتوس في إيطاليا كل الدعوات ليرونالدو وكل من أصيب بهذا المرض إن شاء الله بالتعافي السريع موسيقى